رفح مع مصر رقم ثلاثة الوحى رقم ثلاثة رقم ثلاثة ارجع لي بيها بعد إيه سدك كده لو احنا بشكل واضح نقدر نشرح ونوضح النقاط اللي نقدر نقول عليها ايوة ادي مصر وادي رفح لو انا هنا بتكلم حاجة بنتكلم على تهديد للامن القومي بطريق غير مباشر اللي هو يجو عندي هنا يدخلوا رفح الفلسطينية نحية التانية من الحدود المصرية ماذا عن النقاط الساخنة المتوقعة نتكلم على رفح بالكامل ولا بتكلم علي ايه ولا كل رفح بالنسبة لي نقاط ساخنة بالنسبة لمصر احنا بالنسبة لنا رفح تبقى ساخنة اذا دفع هو المواطنين غزة في اتجاه مصر عشان كده بقولك ايه المارح هو برضو فاكر نفسه زكي بقولك انا هعمل ممرات امنة عشان اسحب الفلسطينيين في اتجاه الشمال وكهان يونس اصلي احنا سيطرنا على المنطقة شوف هو قال ايه برضو قد بالك يعني هو بيفكر برضو مش قاعد برضو لان احنا لو هو دفع الفلسطينيين في اتجاهنا هنعلق قنفي ديفل هو طبعا خايف الموضوع ده عشان كده النهاردة قال حجائز ممرات امنة وادها مهمة لرئيس الاركان الاسرائيلي انه يجمع قواته عشان يعمل ممرات امنة لأهل رفح هو عايز يخش رفح ليه لانه حتى الان لا قدر يجيب السنوار ولا اي حد من قادة حماس ممسكهمش النهاردة انت بتقاتل 128 ولم تحقق اي هدف فين قادة المقاومة الفلسطينية ممسكتهمش كل المرة الفاتت قال في خانيونس راح دخل خانيونس نعم ممسكش حد النهاردة بيقول فهو رفح دلوقتي ده الف رفح فهو طبعا يعني في ازمة هذا الرجل مستقبله السياسي للأسف بيرأي عليه يا فندم اللي دفع التمن الشعب الفلسطيني يا فندم الشعب الفلسطيني اه طبعا خلينو بقى واضحين في الكلام لا لا طبعا دفع الشعب الفلسطيني وعايز اقولك حاجة والعالم كله اللي وقف يتفرج ومحدش بيعمل حاجة في اكبر مجزرة في التاريخ ولذلك النهاردة لو ده خل رفح والنهاردة فيه مجزون ونص كارسة هتبقى كارسة